ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون في كل مكان أيها الإخوة والأخوات وحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج وقفات هذا البرنامج الذي تعده لكم مأجورة مشكورة مجزية عند الله خيرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية هذه الحلقة أيها الإخوة عن القلوب وما شأن القلوب التي يعلمها ربنا جل وعلا علام الغيوب القلب هو المحرك للإنسان في حياته وهو مقام الدرجات والإثابات على ما يبعثه في أعمال الإنسان وأقواله لتعلم ذلك تأملوا معي في قول الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذا عمي القلب انعكس عماه وظلاله وغيه على الجواله يؤيد هذا ويقرره نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين فقال ألا وإن في الجسد مضغة حجمها حجم مضغة اللحم التي تمضغها في فمك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره الذي هو محل القلب في هذه المضغة تكون الروح ويكون العقل عقل يعني التفكير والنية الأعمال كلها مبنائها على ماذا على النواية فيكون العمل عبادة بالنية يكون عادة بالنية ولهذا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أي بما قام في قلبي وقلبك بما قام في قلبي وقلبك إنما الأعمال بالنيات هذا سلوب حصر وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بمثال صورة عمل متى تكون عبادة ومتى لا تصح عبادة وهي الهجرة فمن كات هجرته إلى الله ورسوله اتباعا لأمر الله الذي فرض الهجرة وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم التي حثى عليها فهجرته إلى الله ورسوله ما الذي يجعل الهجر لله ويجعلها لرسوله هو النية في قلبي وقلبك ومن كات هجرته أي سفره وانتقاله من بلده إلى بلد آخر إلى دنيا يصيبها إلى وظيفة إلى تجارة إلى بيع إلى شراء إلى راحة نفسية إلى سياحة ومن كات هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها سافر من بلد إلى بلد حتى تزوج فهجرته إلى ما هاجر إليه سورة العمل في الهجرة بالانتقال واحدة لكنها اختلفت من حال إلى حال بمحرك هذه النية والنية محلها القلب النية والقلوب بها تتضاعف الأعمال من فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه وتحننه إلينا إلى عبيده أن ضاعف لهم الدرجات أقل المضاعفات في العمل الصالح عشر لك بالحسنة عشر أمثالها إلى كم؟ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ما الذي يضاعف هذا العمل؟ إنه أمر القلب في هذه النية في هذه الخشية في هذا الرجاء والتعلق بالله وطلب ثوابه فيما يعلمه الله من قلبي وقلبك ما يعلمه الله جل وعلا من قلبي وقلبك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدها الكريمة ولهذا يتعين علينا ويتأكد أن يكون محل نظر الله إلينا في قلوبنا خير ما نحب أن نلقى الله عز وجل عليه تتضاعف الأعمال بحسب هذه النية خذوها مثلا في الصيام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في يسمى عند العلم بحديث القدسي قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى سعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته هذه الثلاثة تلازم الإنسان في حياته هل يمكن يبقى الإنسان بلا طعام؟ لا يمكن ولا شراب ولا شهوة يدع الطعام لأن الله تعبده به في جزء من النهار من طلوع الفجر لغروب الشمس ويدع الشراب ويدع قضاء وطره يدع طعامه وشراب وشهوته من أجلي ولهذا عظم ثوابه عند الله بغير حساب قالوا لأن الله جل وعلا وعد وعدا كريما أنه سيوفي الصابرين أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير عدد من أنواع المضاعفة والصيام جمع الله فيه أنواع الصبر الثلاثة فهو صبر على طاعة الله لأن الله تعبدنا بهذا الصيام صبر عن معصية الله فلا نأكل ولا نشر في خلواتنا صبر على أقدار الله المؤمنون صائمون وافق صيامهم حرا طال نهاره صاموه وافق صيامهم في برد شديد يحتاجون للطاقة والغذاء صاموه صابرون على أقدار الله وهكذا جميع جميع العبادات تتضاعف بأمر النية من أعمال القلوب يا أيها الإخوة سلامة الصدر وهو أسهل وأيسر أبواب دخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه سيدخل عليكم رجل هو من أهل الجنة فجاءهم رجل من الصحابة من الأنصار لم يعرف بكثير عبادة ولا بالبروز فيها فسمت همة الصحابة فقال ابن عمر والله لأرن ماذا يفعل هذا الرجل فذهب إليه فأوهمه أنه بينه وبين أبيه مغاضب وأنه سيبقى عنده يوما أو يومين فرحب به هذا الصحابة فوجد حياته طبيعية ليس فيها مزيد عبادة تتميز به حتى في خلواته يأخذ من الليل مثل الصحابة فلما بقي عنده ليلة وليلتان وثلاث قال والله ما بي من شيء ولا من غضابة إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا سيبقى عليكم ونجن من أهل الجنة وما رأيت فيك أو عندك مزيد عبادة لم نرها من غيرك قال لا أضع رأسي على وسادتي عندما أنام وفي صدري غضابة أو في صدري حقد وغل على مسلم قال إذن بهذه سلامة الصدر بمعاني أعمال القلوب يا أيها الإخوة المحبة أن تحب في قلبك الخير للناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أي لا يبلغ كمال الإيمان العفو والتسامح لماذا قال الله جل وعلا في آية آل عمران وسابقوا إلى مغنة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقي من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين العفو والتسامح من شأه من القلب فإن كان القلب متفائلا منشرحا عفا وتسامح إن كان فيه ما فيه كان بضد ذلك بنقصه من أعمال القلوب يا أيها الإخوة التي تظهر جليا على الأعمال الرحمة الرحمة رحمة الخلق رحمة البهائم رحمة المخالف لك حتى الكافر يرحم نعم يا أيها الإخوة إن الرحمة شأنها عظيم وهي مبناها على عقيدة في القلب مرتكزها على ما أخبرنا الله وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تحديث يسمى عند العلمة بالحديث المسلسل بالأولية لأنه أول حديث تلقاه التابع عن الصحابي وتلقاه تابع التابع عن التابع وهكذا وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن عاصي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا شأن الرحمة وهذا فيه قاعدة عظيمة من قواعد الجزاء والثواب أن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن رحمت خلق الله رحمك الله من خلق الله؟ إنسان آخر حتى لو كان على غير دينك أو على غير مذهبك أو كانت عندهم الخالفات أو البدع والمعاصي ارحمه لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن رحمة البهائم فبرحمة البهائم تعلو درجاتك عند الله امرأة عابدة تقية من بني إسرائيل حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ما النتيجة؟ عذبها الله كما عذبت هذه البهيمة هذه الهرة أو القطة أو البسة فهي تمخشها في نار جهنم وفي المقابل رحم الله جل وعلا امرأة بغيا تفعل الفعل الشنيع القبيح من بني إسرائيل وكلا الحديثين في الصحيحين فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغيا أي زانية أكرمكم الله والحاضرين والسامعين والمشاهدين من بني إسرائيل أدرك بها العطش مدركه فأتت إلى بئر فنزلت فيه فشربت بشربها زال عطشها لما صعدت أيها الإخوة والأخوات رأت ماذا؟ كلبا أعزكم الله والكلب نجس لو يغسل بمياه الدنيا كلها ما ذهبت نجاسة قد أدلغ لسانه يلعق الثرى من شدة العطش فقالت في قلبها لتعلم أثر الرحمة وأن من شأها القلوب قالت والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ بي فرحمته فنزلت مرة أخرى إلى البئر فملأت موقها ما الموق إنه بوتها من جلد إلى نصف الساقة إلى الركبة ملأته ماء ثم صعدت فسقت لهذا الكلب حتى ذهب عطشه الذي كاد يهلكه لماذا؟ رحمة منها بهذه الكبد الرطبة بهذا المخلوق الله اطلع عليها وهو الذي لا تخفى عليه خافية فشكر الله لها فعلها فرحمها وأدخلها الجنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وفي كل نفس رطبة أجر رحمة المخلوقات رحمة البهائم هذا من الرحمة التي من شأها القلوب لما جاء سبي أو طاس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم سبي حنين في غزوة الطائف وكانوا ستة آلاف خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أو بكر وعمر وعثمان ينظرون في هذا السبي جاءوا إليه في المدينة فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فرأى امرأة هلعى خائفة تطوف تجري بين هؤلاء حتى وجدت جنينا صغيرا فأخلته وأرسقته بثديها وأرضعته فقال النبي متعجبا أترون هذه واقعا قاذفة وادها بالنار وهي تقدر أن لا تفعل ذلك قال لا يا رسول الله قال والله اسمعوا يا رعاكم الله والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها فارحم من في الأرض أرحمكم من في السماء اللهم اجعلنا من عبادك الراحمين واجعلنا من عبادك المرحومين الذين وسعتهم برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون